السلام عليكم عمر معاكم هنا زي ما تعودتوا كل سب نجيكم بأهم الأخبار من وولستري 99% من الأخبار غير مجدين ركز على الواحد في المية وأقدر أقول أسبوع كريه جدا في مجال الاستثمار يعني أسبوع مليء بالأخبار والتدخلات الحكومية هنتكلم في حلقة اليوم ماذا يحدث بالنسبة للأسواق تكلمنا في بعض الحلقات عن الثلاثي التضخم الحرب والقوائم المالية هنتكلم أيضا في حلقة اليوم عن الأسواق الصينية هنتكلم عن مقابلة مهمة لتشالي مانجر وهنتكلم طبعا عن استثمار وورين بوفيت وعلامة استفهام في البيتكوين حلقة هتكون ممتعة إن شاء الله وقبل ما نبدأ اللي حب يتعلم أمور الاستثمار بطريقة علمية بناء المحفظة الاستثمارية المتنوئة اللي تخفف عليك كل المطبات ولله الحمد هذه المحفظة اللي أنا سويتها حتى يومك نازلة فقط 3% في عام 22 والأسواق نازلة أكثر من 9% علمكم كيف تبني المحفظة الاستثمارية المتنوئة عشان تخفف عليك المطبات 20 ساعة من المحتوى تلاقوا تفاصيله في الديسكريبشن ونبدأ حلقة اليوم وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن التضخم وعملنا حلقة عنها أنصح الكل اللي ما شافه يشوف حلقة التضخم كنا في مرحلة التضخم عالية قامت الحكومة يعني الأخبار وسائل الإعلام أنه تتكهن كم مرة سترفع الفائدة الحكومة الفيدرالية أصبح كده زي الزهر واحد يقول 7 واحد يقول 10 واحد يقول 13 والأسواق الأمريكية تتأثر والعالم كله يتأثر من الأسواق الأمريكية وأصبحنا كده يعني ما لها أي صلاحية ولا سلطة الأسواق الأمريكية للأسف دخلنا في مرحلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتدخل وأمريكا دخلت والنيتو دخلت والأسواق الأمريكية كمان في انهيار والأسواق العالمية تتأثر مع العلم عملنا حلقة كاملة لأن الحروب اللي ما فيها تدخل عسكري أمريكي ما حتأثر هتكون لفترة وجيزة وخاصة إذا ما كان فيها تأثير في أسعار النفط حنشوف في حلقة اليوم شيء طبعا الثالث والقوائم المالية زي ما قلنا المستثمرين في اتجاه والقوائم المالية في اتجاه وإش صار مؤشرات الثلاثة على نزول ولكن بالنسبة لي يعني صراحة صعقت من الأرقام مؤشر الـ S&P 500 نزل 1.6% فقط مؤشر الـ Dow Jones 1.9% ومؤشر الـ Nasdaq 1.8% وتقولوا يعني كده غريبة شوية الأرقام قليلة ولكن أقدر أقول لكم أمس الجمعة كان زلزال في الأسواق الأمريكية زلزال وزي ما حتشوفوا في حلقة اليوم حوريكم بعض الشركات اللي وصلت أقل نقطة لها من أكثر من سنة أمس شيك شاك نزل نزلة قوية جدا روكو نزل 22% لو تتذكروا تكلمنا عن Shopify اللي نزل أكثر من 30% في ثلاثة أيام فقط أسعار الطاقة اللي كانت بتحمي محفظات الاستثمارية في الأسابيع الماضية كان كمان يومين على نزول وكان غريب بعض الشيء لأنه تكلمنا أنه النفط والحرب في اتجاهين لما تزيد مرحلة التنشن في الحرب تلاقي أسعار النفط تطلع ولكن بالتحديد هذا ما صار في الأيام الماضية لأنه صار فيه يعني نقاش بين أمريكا وإيران على النفط الإيراني اللي هو ما فقط يوصل 1 مليون برميل ولكن تبدأ تقوله يعني لما تكون الأمور شديدة تحاول تلاقي أمريكا تحسن علاقاتها في الاتجاه لمصلحة أمريكا خلينا نشوف ولكن من وجهة نظر إيران لا يوجد لها الكمية الكافية التي تحمي أسواق النفط في حال يعني صار فيه عقوبات على روسيا وخلينا نشوف طبعا تكلمنا لو نشوف كده المؤشرات الثلاثة الأمريكية وهي الاس ام بي فقط 10% نازل الناس داك وصل 14% وخلينا نشوف شيء مهم ونقطة مهمة جدا نبغى نتابعها الأسبوع القادم قربنا جدا على مرحلة النزول الحادي اللي شهدناه في مرحلة جانيوري حل حنلمس وحننزل أقل من نزلة جانيوري هذه مؤشر مرة خطير لأنه لو كسرنا حاجة جانيوري معناها إحنا إيش بنعمل بنعمل lower loads يعني أقل نقطة كل مرة وهذه مرحلة خطيرة تبدأ في ترند على نزول نفس الشيء في مؤشر الناس داك ما زلنا قفلنا على ارتفاع ولكن قربنا بشكل عالي جدا من النزول الحادي اللي صار في شهر جانيوري وهذه مرحلة مخيفة إذا كسرنا الحاجز نبدأ ننزل في ترند واطي فزي ما قلنا مؤشر الناس داك نازل 15% الهيلسينك وأسواق هونغ كونغ طالعة تقريبا 5% هذه السنة فتقدروا تقولوا علاقة جيدة وعكسية والبيتكوين وهو شبيه بالناس داك نازل تقريبا 16% تكلمنا على يعني 52 ويك لو بالنسبة للشركات شوفوا الشركات اللي أنهارت يوم الجمعة الماضي أقدر أقول لكم يوم الجمعة كان من أسوأ الأيام بالنسبة للاستثمار في الأسواق ومع ذلك المؤشر كان نازل يعني تقريبا 1.5% شيء غريب عجيب ولكن لو تشوف على قولة أخواننا المصريين من برها الله الله ومن جوه يعلم الله وهذا اللي قاعد يصير فيه المؤشرات الأمريكية بلنتير حبيب الجماهير نازل بالنسبة لل52 ويك لو بالنسبة لها اخبار الوصول على قولة أخرى فيسبوك أقل نقطة من أكثر من سنة بايبال أقل نقطة من أكثر من سنة سكوير فوبو تيفي لمن تكنولوجي يعني كلوفر هاتي كلوفر هلث كير انفسمنت اللي شماث شماث المستثمر الشهير شماث عمل فيها سباك هاتي الشركة تخيلوا كان سعره 22 دولار كنت قاعدة أدرس الشركة طبعا ما استثمرت فيها ولكن شوف سعرها اليوم 2 دولار ويعني مقدمة من شخص مهم جدا في مجال الاستثمار زي شماث فارفتش لو أفرم بنترس يا أخي ما في ولا شركة سيلسفورت الشركة الوحيدة اللي موجودة في محفظات الاستثمارية وصلت ال52 ويك لو عشان كده تشوفوا الوجه الزعلان تليدوك بدأت اشتري فيها أكثر هذه بدأت اشتري فيها من أسابيع وعزست استثماراتي فيها مخاطرة فيها عالي هذه الشركة ولكن النزول مرة حاد بالنسبة لها زوم زوم اللي كان تقريبا 500 دولار صار مية واثنين مية ستة وعشرين دولار ام ثري ما في شركة يعني أوريتكم في قطاعات مختلفة كلها شركات كبيرة جدا قاعدة تنزل وتوصل ال52 ويك لو بالنسبة لها والمية ستة ويكامل طبعا انا اخذت مجموعة قليلة من الشركات هذه الليستة والله ممكن يعني نصف ساعة تقدر اقراركم اندر ارم فياكم حتى هوني ويلز في قطاع الصناعات نازلة شوبافاي التي تكلمنا عنها واشتريت فيها عقود كما قلت لهم بيوند ميت حتى الاكل يعني كل شيء كلها قطاعات ولكن ما هي الشركات التي طالها هي كلها ابل ومايكروسوفت وثلاثة اربعة شركات هي اللي شاي للسوق والباقي يعني في مرحلة خطيرة جدا وبير ماركت غير طبيعي وخاصة ان الشركات هذه كانت اسعارها مبالغ جدا 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 ولكن اتوقع يعني هذا النزيف لا يستطيع ان يستمر اكثر لانه صار فيه لقط في الشركات ولكن اش المخاطرة طبعا في مراحل البير ماركت واغلب هذه الشركات في مراحل بير ماركت يعني القوائم المالية لا تعني ولا شيء تحليل القوائم المالية في النهاية كلها احساس المستثمرين وتشتري وتكون قيمتها واطئة وحتلاقي تنزل تنزل اكثر فمن الصعب جدا انه تعرف القاعدة اشان كده ايش انا اقول لكم دايما انا صبور في مجال الاستثمار الصورة التي تعبر عن الف فيديو صورة حزينة جدا والاخبار طبعا يحبوا يخوفوا الناس اكثر واكثر والصورة الحزينة لجو بايدن ويقولك شكلها روسيا خلاص حددت انه هتهجم على اوكرانيا وتستقطب من اللقاء اللي سواه عشر دقائق تكلم الرئيس الامريكي نقطتين رئيسيتين اتكلم عنها شكلها روسيا هتهجم على اوكرانيا الشيء الثاني انه امريكا لن تتدخل عسكريا هتساعد ودول الناتو هتساعد اوكرانيا بطريقة نقدر نسميها مباشرة وليس بطريقة عسكري هتعطيهم اسلحة هتعطيهم مساندات هتعطيهم كذا وهتحط عقوبات على روسيا ستؤثر على النفط هذا في حال صار في حرب يعني اهم نقطة ناخدها انه ما هيكون في تدخل عسكري من امريكا في هذا الحال وهذا يعني طمني بعض الشيء وقالها الرئيس الامريكي في الخطاب ولكن خلينا نشوف مدى تأثيرها على اسواق النفط ووضع ايران وكرت ايران الذي بيستخدمه الآن الحكومة الامريكية هل هتقدر تعمل يعني تنزل اسعار النفط ولا لا خلينا نشوف ولكن التدخل الحكومي اصبح من اصعب ما يكون في مجال الاستثمار طبعا نتكلم دايما عن الفيكس واقدر اقول لكم الفيكس الآن في طلوع عادي ما وصلنا لجانيوري فيكس هايبا لكن الاسبوع القادم اقدر اقول لكم مرة اسبوع مهم جدا نبغى نشوف نقاط انه ما حينزل المؤشر اقل من جانيوري غير كده نبغى نشوف وضع الحرب ونبغى نشوف وضع الفيكس الفيكس كان 35 الاربعين هو القمة واحنا سرنا في اكستريم فير الآن ودائما افضل مرحلة الاستثمار في مرحلة الاكستريم فير ولكن انا دايما اقول الفيكس بالنسبة لي اربعين هو النقطة الافضل في اني ايش يعني اقوي استثماراتي في الفترة القادمة ولكن زي ما قلنا الفترة الحالية مستحيل جدا التكهن لانه التدخلات كثيرة جدا خبر اخر وخلينا نطلع كده شوية عن الامور الامريكية الذي تؤثر على العالم ككل والصين والصين طبعا يعني شركة مينتوان ما يعرف شركة مينتوان تعتبر سوبر ااب في الصين سوبر ااب يعني ايش هي اوبر اوبر ايتس هي بوكينجز دوت كوم هي تحجز اوتيلات تشتري منتجات سوبر ااب فيها اربع خمسة ااب في مكان واحد وطلع تقرير من الحكومة الصينية اخذته كل وسائل الاعلام الغربية بتقول لك يعني الديليفري بلاتفورم اللي هي مينتوان لازم شد وعشان ناخد الكلمات مضبوطة شد ردوس فور بزنس يعني مفروض تقلل التكلفة او الرسوم التي تدفعها المطاعم ونشوف مين الاثوريتيز بتقول لك يعني تشاينيز ستيت مع ثيرتين جورمينت افيشلز ها دولا الناس اللي تكلموا انا ولكن يعني ما حددوا مين هذا وما قالوا يعني ودقايد ايش يعني ودقايد هل اجبار هذا بالنسبة للشركات ام يعني نصيحة بالنسبة لهم طبعا هذا الخبر طلع وغير غامض ما زال هذا الخبر يعني غير واضح اثر على شركة مينتوان 15% 15% بهذا الخبر واثر على الشركات الصينية المدرجة في امريكا زي علي بابا علي بابا تخيلوا كان مرتفع 1% نزل 3% نفس الشيء تنسنت كان مرتفع نزل 2% السؤال هنا واللي دايما يعني كملوا في الخبر هذا السؤال مهم جدا تكمل انه شركات الانترنت كمان لازم تساند شركات اللي يعني تأثرت بالجائحة لانه الان لا تنسوا في مرحلة لوكداون في الصين في بعض المدن الصينية في لوكداون او في منع تجول بسبب الجائحة وهنا السؤال هنا اللي انا بغير اسأله هذا الخبر وحاولت الاقي الخبر في الصين ولكن عجزت اني الاقي الاخبار الصينية من صحف صينية وكلها يعني صحف امريكية بتغطي الاخبار الصينية هل هذا طلب ام امر سؤال ما يبينوا التقرير هل هذا مؤقت هل هذا بسبب الكوفيد هل هذا بسبب انه المطاعم بتعاني بشكل عالي فاسياء كثيرة واسئلة كثيرة لم يتم مجاوبتها ولكن اخذت هذا الخبر الوسائل الامريكية واخذتها بطريقة انه يعني تدخل حكومي مية في المية في شؤون الشركات وفي شؤون يعني قوائمها المالية ربما يكون تدخل وربما يكون فقط يعني بتشجع الشركات انه تسوي كده الله اعلم ما بينا الخبر وايش صار بالنسبة لأسواق هونج كونج شوفوا شايفين نفهده يوم واحد كان على ارتفاع فجأة كده النزول الحاد ونزل كان مرتفع واحد في المية نزل اتنين في المية مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة الصينية انه في النهاية بتطلع باخبار ولكن لا عندها وسائل اعلام صينية باللغة الانجليزية تطلع ويعني بتكلم على الخبر ودائما بناخد المعلومات عن الشركات الصينية والمنتجات الصينية من الوسائل الامريكية اللي عندها اجندة ضد الشركات الصينية بكل تأكيد الاعلام الامريكي دائما بيغطي بالطريقة السلبية او انه يا حكومة الصينية ارحمونا من الاخبار السلبية اللي بتطلع فيها للشركات في المرحلة الحالية لانه الاسواق الصينية بدأت ترتد فما اعرف موضوع هذا ايش بالضبط ولكن يعني هذه هي للأسف الاستثمار في الصين والتدخلات الحكومية ايضا في مجال الاستثمار يعني اقدر اقول لكم شارلي منغر من وجهة نظري قدوتي في مجال الاستثمار من اكثر الناس حكمة هذا الرجل واعتبره يعني top 5 عندي بالنسبة لي كالشخصيات اتعلم منها طلع في الايام الماضية بمقابلة اقدر اقول لكم قنبلة كسرت العالم هذه المقابلة والرجل الذي يتكلم بعض الكلمات ولكن تعني الكثير تكلم عن ليري فينك اللي ما اعرف من هو ليري فينك هو الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك التي تدير اكثر من 10 تريليون دولار 10 تريليون دولار تكلم في المقابلة عن ليري كينك وهذا يعني ما احد يقدر يعني يتكلم عن هذا الرجل لانه هذا الرجل يسيطر على 10 تريليون دولار يتكلم اني لا اريد ان اعيش في امبراطورية ليري فينك وهذه الخبر كسرت الدنيا في وول ستريت يتكلم انه يعني بدأ بدأت بلاك روك والرئيس التنفيذي انه دف الشركات في مجالات مختلفة ويكون هدفها الرئيسي ليس هو ارباح الشركات قعدت رسالة مهمة قدمها هذا الرئيس الى كثير من الشركات حول العالم ويقول لهم انه يعني ما حتدعم بلاك روك الشركات التي ما يكون فيها انفيرومنتل سوشل وغوفرننس اس جي هذه طبعا يسموها الاس جي غير كده طبعا يتكلم عن طبعا هذا التقرير ولكن هو يعني يقول لك انه صار عنده قوة هذا الرجل اقوى بكثير من المطلوب وهذا طبعا عنده اجندة ديمقراطية 100% يعني هذا الرجل ديمقراطي 100% فيعطيك انه اصبح الان الاستثمار وعالطريق بلاك روك فيه تدخل بشكل عالي جدا زي ما صار مثلا في شركة اكسون موبيل وهذا الارتكل تتكلم عن قصة مهمة انه كيف فيه تدخل فيه حتى يعني استثمارات شركات اكسون موبيل والطاقة النظيفة وبتجبر الشركات الطاقة مثلا كيف تستثمر اموالها وهذه اشياء مرة مهمة تؤثر على الاسواق يعني صلت الضوء شارلي منقر على هذه النقطة ونقدر نقول كده يعني اصبح الاستثمار اليوم في كل الاتجاهات تدخل حكومي غريب عجيب امريكا تدخل حكومي من ناحية الفدرالي والسيولة العالية من ناحية رفع الفائدة غير كده مثلا كيف مثلا ليري فينك والاجندة حقة الديمقراطيين والاستثمار فيها اشياء كثيرة صارت الاستثمار فيها صعب جدا في الفترة الحالية بسبب التدخلات الحكومية الحروب زي ما احنا بنتكلم ولكن نطالع فيها طريقة ايجابية لما يكون في تدخل حكومي بهذا الشكل اعرف انه الاسواق لن تكون على نزول لفترة طويلة وهي فقط فترات مؤقتة ثم يدخل التدخل الحكومي فاذا انت مؤمن بالاقتصاد الامريكي والحكومة والسياسة الامريكية فتأكد انه الاسواق يعني ممكن تمرض لايام ولكن ترجع تعود بعدها بفترة على طول فهذا الشيء لهذا وطبعا التدخل في الصين معروف لانه ما هي يعني طيب خبر اخر وهذا خبر يعني طلع عن وورين بوفيت انه استثمر في بنك او طلع هذا الخبر خبرين اول شيء طلع خبر تداولته كثير من الوسائل الاعلامة العربية واقول لكم المصداقية معدومة دايما في كثير من الوسائل الاعلامة وحتى الوسائل الاعلامة الغربية تكلم انه وورين بوفيت استثمر في البيتكوين وهذا خبر يعني خاطئ وغلط كبير جدا هذا الخبر وورين بوفيت يستثمر فقط في يعني بنك في البرازيل وهذا البنك يتعامل مع البيتكوين وحتى يعني تقدروا تقوله ارباح البنك من البيتكوين واحد فلما ولكن وسائل الاعلام تقولك انه يعني وورين بوفيت استثمر في البيتكوين وورين بوفيت استثمر في بنك مساند للكريبتو كيرنسي اخبار كلها من وجهة نظري خاطئ هذا بنك برازيلي من اكبر البنوك عنده يعني اكثر من اربعين مليون مستخدم بيستخدم كريدت كارت بطريقة مختلفة بنك شهير جدا وعندك مشكلة كبيرة في في البيمنت جيتس في في سوث امريكا لانه الناس ما عندها يعني بنوك حسابية فهذا بنك مهم جدا والبانكينج سيستم في البرازيل من اسوء ما يكون فاستثمار من وجهة نظري مئة بالمئة بحت هو عن يعني عن بيزنس البنوك وليس له علاقة بي البيتكوين هنعمل حلقة حلقتين ارى خد أيضا هنعمل عامة أولا ان شخصية مدروا مقابلة من المؤسسون ياريت اذا تحبوا تشوفوا المقابلة الكاملة ماذا تحدث عديدة قمت باورن Engineering وحنتكلم عن من يستثمر في البيتكوين ولماذا وورن بوفت egyد باورن مستحيل يستثمر في البيتكوين ومن الشخصيات الاستثمارية اللي بتستثمر في البيتكوين ولماذا بتستثمر في البيتكوين فإن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقة اليوم وبالتوفيق في استثماراتكم